شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في أفريقيا تيكاد والمنعقد بالعاصمة اليابانية توكيو التي جاءت تحت عنوان المساهمة في حل تحديات العالمية وأكد عبدالعاطي خلال مداخلته على دعم مصر لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن كما أشار إلى أن الحوكمة العالمية تحتاج إلى إصلاحات ملموسة في مجلس الأمن فظل عجز المجلس عن تجاوز الجمود الحالية في الصراعات الدائرة مؤكدا على أن مصر تتمسك بالموقف الافريقي الموحد في هذا أصدد وطلب عبدالعاطي بإصلاح البنية المالية العالمية كما تناول وزير الخارجية قضية الذكاء الاصطناعية التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات القليلات الماضية موضحا أن مصر أحرزت تقدما في تحديث البنية التحطية الرقمية وأطر أسياسات وهياكل الحوكمة اشتركوا في القناة